السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ما تحدثنا في الحصص السابقة في التاريخ عن الخلفاء الراشدين هو الخليفة أبو بكر الصديق اللي هو أول خليفة والخليفة عمر بن الخطاب اللي هو ثاني الخلفاء الراشدين اليوم إن شاء الله رح نتحدث عن ثالث الخلفاء الراشدين اللي هو الخليفة عثمان بن عفان اللي هو الخليفة عثمان بن عفان طبعا نرجع بنذكر أنه الخليفة أبو بكر الصديق والخليفة عبر الخطاب هم من العشرة المباشرين بالجنة وكذلك الخليفة عثمان بن العفان طبعا الخليفة عثمان بن عفان هو أسلم على يد أبو بكر الصديق أسلم على يد أبو بكر الصديق خلينا أول شي نحكي عن نسبه برجع نسب خليفة عثمان بن عفان لقبيلة أمية من قريش قبيلة أمية من قريش ألقابه أطلق عليه لقبين لقب ذي الهجرتين ولقب ذي النورين لقب ذي الهجرتين لأنه هاجر إلى الحبشة والمدينة المنورة ولقب ذي النورين لأنه تزوج من رقية وأم كلثوم اللي هو بنات الرسول عليه الصلاة والسلام أهم الصفات اللي كان يتمتع فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه الكرم كان له كثير معاقف بالدول على كرمه أنه جهز جيش العسرة مثل ما من الذكان جيش العسرة كان في معارك التبوك اللي كانوا المسلمين بيمروا بضائقة مالية وقتها جهز ثلث الجيش ثاني شي يشترى بئر الرومة ثالث شي يتبرع بقافل الطعام للمسلمين في عام المجاعة ثاني صفة الحياة والعدل والفطنة والحلم والتواضع إذن صفاته الكرم حياة عدل فطنة حلم تواضع خلينا نتعرف كيف كانت مبايعته بالخلافة نستذكر مع بعض أن الخليفة عمر بن الخطاب تم طعنه من أبي لأولئه المجوسي لما كان بأمب المسلمين بصلاة الفجر طبعا لما تعن اختار قبل ما يتوفى هو ما توفى تلقائب عند الطعام العسري اختار ستة من الصحابة هم طبعا العشرة مبشرين الجنة كانوا من العشرة مبشرين الجنة هذول الستة المتبقيين العشرة مبشرين بالجنة كانوا معروفين بالرأي من أهل الشورى طبعا هذول الستة اختارهم حتى يختاروا واحد منهم يتولى منصب الخلافة من بعده بعد ديها كل واحد صار يبدي رأيه من أهل الشورى بعد ما تشارهم فيما بينهم اختاروا عثمان بن عفان حتى يكون خليفة للمسلمين وبايعوا المسلمين على الخلافة بعد ما عرفنا كيف بايعوا بالخلافة بنتعرف على أهم الأعمال اللي قام فيها حتى ينظم أمور المجتمع الإسلامي أول عمل قام فيه اللي هو إدارة شؤون الدولة الإسلامية ثاني عمل قام فيه أمر بجمع القرآن الكريم في مصحف واحد وبعدها وزعوه على الأمصار حتى يوحدوهم على مصحف واحد ثالث عمل بنى الأسطور البحري الإسلامي الأسطور شو هو يا سادس؟ اللي هو مجموعة من السفن مجموعة من السفن إذن بناء الأسطور البحري الإسلامي شو الهدف من بناء الأسطور البحري الإسلامي؟ حتى يحمي شواطع الأقاليم الإسلامية بالنسبة لهالدرس ما أنه واجب بس خلينا نتابع مع بعض شو الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة عثمان بن عفان طبعا استطاع الخليفة عثمان بن عفان أنه يقوم بفتوحات إسلامية في البحر وإحنا بنعرف لأول مرة بيقوموا بفتوحات إسلامية في البحر الآن بالنسبة للفتوحات الإسلامية في هذه الخليفة عثمان بن عفان في عنا فتوحات كانت في آسيا بإفريقيا أوروب الفتوحات بآسيا قاموا بفتح أذربيجان وخراسان وأرمينيا أما بإفريقيا تونس أوروبا جزيرة قبرص جزيرة ردس هلأ خلينا ننتقل لمعركة ذات السواري في عهد الخليفة عثمان بن عفان معركة ذات السواري كانت في السنة 34 للهجرة 34 للهجرة لو أجأ أحكي لك أعرف لي ما هي معركة ذات السواري هي من أهم المعارك البحرية اللي حدثت في عهد الخليفة عثمان بن عفان وهي أول بدك تركزلي على أول معركة بحرية أول معركة بحرية خاضها المسلمون أول معركة بحرية خاضها المسلمون مع الإسطول بيزنطي في البحر المتوسط سميت معركة ذات السواري بهذا الاسم شو السبب كان لكثرة سواري السفن المحطمة فيها السواري اللي هي سارية السفينة الشراء تاحها فبعد نهاية المعركة كانت سواري السفن المحطمة فيها كثيرة لذلك سموها معركة ذات السواري لأن احنا بنعرف هي سارت في البحر بيناتهم كانوا بالسفن هم موجودين موقع المعركة بعد ما حكينا أنها حدثت سنة 34 للهجرة طبعا موقعها كانت في بحر الروم في بحر الروم احنا بنعرفه اللي هو حاليا البحر المتوسط إذن حدثت في بحر الروم اللي هو حاليا نعرفه البحر المتوسط الأطراف اللي كانوا متشاركين بهاي المعركة كانوا المسلمين والبيزنطيون المسلمين والبوزنطيون قائد المسلمين اللي هو عبد الله بن أبي السارح قائد البيزنطيون الإمبراطور البيزنطي شو كان سبب المعركة؟ سبب المعركة أنه المسلمين كانوا بدون يحموا شواطئهم اللي هي شواطئ الأقالية الإسلامية من اعتداء الروم على شواطئ المسلمين في بلاد الشام ومصر إذن لحماية شواطئ الأقالية الإسلامية من اعتداء الروم على شواطئ المسلمين في بلاد الشام ومصر شو كانت نتيجة المعركة؟ المسلمين انتصروا في أول معركة بحرية لهم مع البيزنطيون آخر شيء نحكي عن وفاة الخليفة عثمان بن عفان طبعا خليفة عثمان بن عفان توفي سنة 35 للهجرة لما توفي كان عمره 80 عام خلافته طبعا من أنه تولى الخلافة في السنة 23 للهجرة وتوفي سنة 35 للهجرة كانت مدة خلافته 12 سنة بالنسبة للأسئلة سؤال 2 على الكتاب سؤال 3 على الدفتر يعطيكم العافية